اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأجيل العملية تؤجل سبب انه الان معظم الكواكب تقريبا بتشكل زوايا سلبية او بتتراجع او بتعطي اثار سلبية والاهم من هذا كله اللي هو اللي حكيناه قبل شوي تراجع طارد تراجع الزهرة وكسوف القمر اللي ثلاثة جيات في منزلتين وربعة وبهاي الفترة عادة كل الامور بتصير فيها نوع من انواع الفوضى كل النتائج اللي بتطلع بتطلع نتائج غريبة عجيبة ان كان بالعمل ان كان بالصحة ان كان فحوصات طبية ان كان كل هاي لها تأثيرات تأثيراتها مش مستمرة او انها رح تكون مطلقة هي بس ينتهي الكسوف بعديه بثلاث ايام بنتهي او تنتهي اثار الكسوف ما بظل له اثار احنا منقول ثلاث ايام هو فعليا اول يوم هو اصعب يوم نعطيه ثلاث ايام لو الدام هيك عساسا نتخف الضغوط على الناس اكثر وترجع تستقر الامور بشكل كبير لا رح توقع شهرين ولا ست شهور ولا كل الكلام الفاضي اللي بنحكى كمان نقطة اثناء تنقلاتكم بالسيارات ديروا بالكم لانه الفترة هاي حكينا في حلقة تراجع عطارد موجودة على القناة انه قبل تراجع عطارد بثلاث ايام بتبدأ الاثار الجانبية لها التراجع او الاثار السلبية بتبلش تظهر اللي هي حوادث السير بتزداد حوادث الطرقات واعطال بالسيارات برضو بتكون تنتبهوا لهاي النقطة وهاي فترة رح تستمر طالما عطارد بيت راجع الجميع بدو ينتبه اثناء القيادة وخصوصا بامور العلاقة بالتكنولوجيا بالالكترونيات بالاشياء هاي ككل وحكينا في الحلقة اللي تراجع فيها الزهرة قلنا الفترة هاي بتكثر المشاكل العائلية والمشاكل بين الازواج والعلاقات الضعيفة عرضة والانفصال بالفترة هاي يعني هاي كلها الها مسببات الآن الزهرة بتراجع وهاي العطارد بدو يتراجع وكمان الشمس بدو يعمل كسوف كلها في نفس الفترة مع بعض معناته الفترة هاي حدية على العلاقات العاطفية وعلى الأزواج وعلى العلاقات الضعيفة بتكونوا ديروا بالكو برضو تهتموا في هاي النقاط اللي أنا ذكرت لكم ياها الآن خلينا نروح على توقعتنا اليومي طبعا توقعتنا لليوم الخميس 18-6 القمر ما زال موجود في برج الثور في منزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد طبعا بما أنه القمر موجود في الثور معناته بالفترة هاي بنشعر بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وعطارد راح تكون الآن في فترة بث الحلقة بتكون موجودة حكينا عنها بالأمس واليوم منعيدها لأنه تيجي في فترة بث الحلقة بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما ما بعدها اللي راح يصير له بداية تراجع عطارد في برج السرطان راح يبدأ الساعة 2259 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا عملنا حلقة موجودة على القناة اللي بيحب أنه يسمعها أو يعرف تأثيراته أو علاءة تأثيراته على الأبراج وشو الأشياء اللي حذرنا منها من تراجع عطارد يروح يسمعها لأنه راح تفيده كثير بالفترة القادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة 3.18 دقيقة صباحا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وبيتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالمجالات كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية برضو بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة 9.16 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة 10 ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية وهي آخر زاوية هاي بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقتين بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إننا نساعدهم قدر الإمكان يعني مثل عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية في أثناء الزاوية هاي ساعة 12 ودقيقتين بتوقيت جرينيتش بيبدأ خلو المسار خلو المسار راح يستمر لغاية الساعة 8 و59 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بتوقيت الأردن لمنتصف الليل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل خلو المسار طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم راح يكون يوم يعني انتقاله للجوزاء من الجوزاء عفوا راح يكون القمر موجود في الجوزاء فلازم نذكره بما نذكرنا خلو المسار فمنعتبر أنه بدأت مراحل الانتقال فخلو المسار القادم راح يكون يوم عشرين ستة راح يكون في تمام الساعة تسعة وسبعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى ساعات صباح يوم واحد وعشرين لينتقل القمر بعديها لبرج السرطان وبعديها بساعات بسيطة بيبدأ مراحل يعني من هاي الساعة تقريبا تبدأ مراحل الكسوف عمر القمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 12 و 26 دقيقة بعد منتصف الليل بصير عمره 28 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج ممتزج القمر في الثور حتى يوم 18-6 المزاج ممتزج عطارد في السرطان بيتراجع لأنه بدأ عملية التراجع فخالص منحكي بيتراجع حتى يوم 12-7 مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25-6 مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28-6 بعد منتقل للحمل مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 بعد من يرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهانيا وعاطفيا ما ضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات أهم إش أنك تناقش بوضوح أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع هيك الروتيني ما بنا نحكي سلبية ولكن في ساعات المساء بدك تدير بالك من ضغط سلبي ممكن يصير على العمل النفسي يعني يشعرك بنوع من أنواع الاكتئاب أو الملل أو الروتين هيك تمل من الروتين فبدك تدير بالك من هاي المرحلة أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات ولكن بضيف أنه بدك تدير بالك برضو من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بدأت تضغط على البيت الثالث لا إلك فعشان هيك شوي بدك تدير بالك من عصبيتك وردات فعلك العصبية أثناء النقاشات والحوارات وأثناء التنقلات برضو عندك سرعة بديهة عالية ممكن تبرع في الاتصالات والحوارات ولكن العصبية بتكون ظاهرة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بما أنه الكسوف الآن وعطارد كلها هاي موجودة في البيت الرابع فعشان هيك منقول لك بدك تدير بالك يعني من بعض المشاكل المنزلية أو العائلية أو الخلافات أو سوء التفاهم اللي ممكن يحدث بلبلي ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن تقلق على وضع بتعلق في أحد أفراد العائلة أو شأن ممكن زي ترتيبات وديكور وأشياء من هذا العمل يعني وضع البيت أو بيت البيت أو الأمور هاي شوي بتكون ضاغطة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو على المستوى العاطفي بتسبب لك بعض التوترات أو الحدية في الطباع فعشان هيك الفترة هاي شوي بتعمل نوع من أنواع التقلبات حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتحسس وفي نفس اللحظة ما تحاول تفرض رأيك على الحبيب بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن من خلالها أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل بدك تنتبه لصحتك إن استدعى الأمر لمراجعة الطبيب أو للأخذ نوع من أنواع الراحة برضو بصير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط البسيط على المستوى العاطفي وهذا بسبب نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين الشركاء أو تحسس شركاء المال شركاء العاطفة يعني ممكن ردات فعل سلبية أو حدية في الطباع أو تستاء من تصرف الشريك أو أشياء يعني خلاف في وجهات النظر ممكن يسبب نوع من أنواع المزاجية بالحوار أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا برضو بتنصب على الأمور المالية زي ما حكينا على البيت الثاني ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية زي أمور بنكية أو أمور إلها علاقة بتأمين ضريبة معاملات أشياء من هذا القبيل أهم إشي أنه ما داين حد وما تحاول أنك تصرف بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت التاسع ضاغطة فبيحمل اليوم هذا نوع من أنواع التوتر أو القلق على أحد الأفراد خارج البلاد أو اتصال من خارج البلاد ممكن يعصبك أو يوترك أو يعني يغير من مزاجك شوي برضو بدك تدير بالك من أوراق قانونية أو معاملات قانونية إذا استلزم الأمر بدك تكون مجهز كل أوراقك كاملة على أساس أنه ما يتأجل الموضوع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة وبعمل هذا الإشي تقارب ما بينك وبين علاقاتك وممكن يحمل لك مفاجأة معينة خلال أيام هاي إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد ممكن أنه يتوكل لك فتنجزه ولكن حاول أنك تخلي نوع من أنواع المجالات للتعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء والمناسبات جيد بيدعمك بشكل جيد فممكن تكثر الاتصالات أو التواصل مع بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بدعوي أو حضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء روتينية فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستك اطوي صفحة الماضي ممكن ترتفع المعنويات مجددا عشان تكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء على المستوى المالي يعني تقريبا متقلب اليوم يعني فيه أشخاص ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتجيهم من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو هدايا بتدعمهم بشكل كبير وقسم رح يكون له نوع من أنواع المصريف أو القلق على وضع مالي معين أو الاهتمام ببعض الشؤون المالية وخصوصا للأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة مش بشكل سلبي يعني ولكن احنا بنحكي أنه السرطان بما أنه رح يتراجع في عطارد والكسوف في نفس السرطان فهذا رح يأثر بشكل سلبي يعني أنتوا أكثر ناس بتكون تنتبهوا على الأمور اللي لها علاقة بالتنقلات بالسيارات بالتليفونات بالأجهزة الإلكترونية بتكون تهتموا على هاي المسألة خوفا من الأعطال أو الحوادث بالفترة القادمة فبتكون تركزوا ومرضو عصبيتكو بتكون في أوجهة بتكون تنتبهوا من العصبية في منكو رح يكون عنده نقاش أو مناقشة لمشروع معين أو حوار في مسألة معينة بدها التركيز فحاول أنك تركز بشكل جيد وما تتسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو بتحمل نوع من أنواع الضغط إما أنها مسئولية أو أنه يعني مسئوليات عليك أو بتكون أعباء زي عمل أو تصياني ترتيب مشتريات اهتمامات عائلية وممكن نقاش حاد يكون بينك وبين أحد أفراد العائلة أو تقلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي هو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس جيد على مستوى العمل بدعمك فهو ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكه رح يكون له نوع من أنواع التعامل مع زملاءه في العمل أو رؤساءه بالعمل وفي نفس اللحظة رح يكون له إشيء العلاقة بأمور الصحة إما مراجعة لمستشفى أو لطبيب أو صرف بعض الأدوية الخاصة فيه أما بالنسبة للبيت السابع فيعني الأجواء مش سلبية ولا إيجابية منقدر نحكي إنها روتينية ولكن بتحمل في طياتها بعض النقاشات أو الحدية بالطباع أثناء المناقشة مع شريك العاطفي مع الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى المال المشترك ممكن يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية في بعض المسائل ولكن الغالب رح يكون هي نوع من أنواع المطالبات المالية أو الالتزامات أو فواتير أو أشياء لها علاقة في ديون إليك بتحاول تحصلها أو أنه أنت هيك يعني داخل بمرحلة الإحباط من الضغط المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنه فيها يعني شوية إيجابيات ممكن تكثر عندك الاتصالات أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأمور إلها بالأوراق القانونية أو المعاملات أو أشياء بتهمك مثل أمور السفر ولكن بدك تدير بالك أنه ما تعتمد على الحظوظ كثير في هاي المسائل وبدك تكون جاهز بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن اليوم تنشط في أمور إلها علاقة بالعمل أو بأمور إلها علاقة بعلاقاتك العامة والأصدقاء والمعارف اللي بدعموك في بعض المسائل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفه روتيني مع علاقاتك على طبيعتها فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وبالنسبة لبيت المتاعب برضو نفس الشيء شايفه روتيني فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم بيسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب آمالكم لسبب أو لآخر لا توقع على عقد ولا تحسم أمر هاي فترة فارغة من الطاقة والحظ فلا تراهن عليها طبعا موجود القمر في بيت المتاعب وهاي مسألة صعبة واثنين زهرة بتتراجع عندك وهاي مسألة برضو صعبة على العامل النفسي وفي نفس اللحظة عندك البيت الأول برضو عطار تبدأ يتراجع فيه وهاي برضو أمر صعب يعني عندك البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث ضغطات يعني آخر يوم وبعديها القمر رح ينتقل عندك فبدك تتحمل اليوم هاد بطريقة قوية أول إشي بالنسبة للبيت الأول على العامل النفسي ممكن اليوم تظهر بعض المسائل اللي تخليك تعصب أو تحتد أو تتقلب في مزاجك في أكثر من مرحلة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بيضغطك بالوضع المالي وبزيد أمور إلها علاقة بالمصاريف فعشان هيك اليوم بتحب أنك هيك بتجيك رغبات للإصراف أو للدفع أو للدفعات أو الأمور هاي بدك تركز بشكل جيد ماشي هو بيجيب بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو دعم ولكن المصاريف أكثر والضغط المالي أكبر أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو على مستوى التنقلات بتكون ديروا بالك بشكل كبير وعلى مستوى الحوارات بتكون ديروا بالك من النقاشات صحيح عندك نشاط عندك حيوية بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر من عصبيتك ومن تقلبات المزاج عندك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء روتينية فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وبالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي أنا شايف الأجواء جيدة برضو بتدعمك ممكن تسوي نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو لقاء مثلا أو تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فبرضو بدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو تهتم بعمل جديد أو يكون عندك حيوية عالية لإنجاز بعض الأعمال ما ترهق حالك كثير حاول تنجز الإشي الضروري وبرضو راقب وضعك الصحي ودير بالك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما بينك وبين الشريك شريك المال وشريك العاطفي ممكن يكون فيها نوع من أنواع التوترات أو الحدية بالطباع أو العصبية وممكن يسبب لك نوع من أنواع التحسس من تصرف الشريك فتحتد أو تعصب أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو في نوع من أنواع الضغط إما مسألة مالية مشتركة أو أنه بيكون أمور إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين يعني بيكون ضغطة بشكل واضح أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى التنقلات والسفر والحوارات أنا شايف الأجواء جيدة وابتدعمك اليوم برضو ممكن تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء برضو جيدة وممكن تدعمك على ما في مكان العمل أو تعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين زملاء أو رؤسائك بالعمل أو تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف روتيني يعني بتتعامل مع أصدقائك بشكل طبيعي على طبيعتك وبالنسبة لبيت المتاعب برضو نفس الشيء شايف روتيني ولكن في ساعات المساء بدك تدير بالك وتحذر من يعني سلبية ممكن أن تشعر ببعض التوعق أو التعب أو قلق على أحد الأحب برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك وعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم ولكن أهم شيء أنه الهدوء والصبر أهم شيء ما تجهد حالك كثير وراقب صحتك برضو بشكل أوضح أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء على المستوى النفسي يعني ممكن شوي هيك تكون متقلب بالمزاج خلال هذا اليوم ممكن تشعر ببعض العصبية أو بعض التسرع في بعض الأمور بدك تدير بالك ما تندفع وما تتهور وما تعطي أحكام يعني تيجي عفوية بدك تكون متأكد من حكمك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء لغاية ساعات الصباح بتكون ضاغطة وبعدين بتصير إيجابية فممكن تكثر عندك المصاريف وخصوصا اللي بالجزء الثاني من الكرة الأرضية ممكن تكثر عندهم المصاريف أو الدفعات لأنه بالفترة هاي بكون عندهم نهار أما في ساعات ما بعد الصباح يعني من الصباح إلى آخر النهار بيصير فيه نوع من أنواع القوة المالية اللي بتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأرباح أو المستردات المالية أو الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أو انفراج على مسألة ما أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن بدك تدير بالك من العصبية اللي مرافقيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو يعني بيكون فيه نوع من أنواع الحدية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة بشكل كبير ممكن تهتم ببعض الأمور الروتينية زي مشتريات أو صيانة ترتيب أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنك ما تبالغ في مشترياتك ومصريفك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التحسس بالأثناء التعامل مع أحد الأحبة ممكن تحتد أو تعصب أو يعني تأخذ على خاطرك بسبب تصرفاته أو بسبب أمر ممكن يصير معه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك نوع من أنواع الاهتمامات الصحية بدعمك بشكل جيد ولكن بالمقابل حاول أنك ما تجهد حالك كثير أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد يعني بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشركاء العاطفي يعني ما بين الأزواج أو تلاقي على مسألة معينة ولكن أهم شيء زي ما حكينا يعني بدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة أو الأعمال المشتركة فممكن الاهتمام في بعض المسائل المالية أو فوتير أو التزامات بالفترة هاي أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي الضريبة والتأمين أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع التقلب فعشانك ممكن تقلق أو تكثر عندك الحركة أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص قارج البلاد ولكن في المقابل ممكن تقلق على شخص خارج البلاد وفي نفس اللحظة انتبه إذا كان عندك امتحان جامعي يعني بدك تركز بشكل جيد بدون تهور وبدون عدم استعداد يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل من ضمن المؤسسات الكبيرة فممكن تنجز الأعمال الروتينية فقط لا غير ما يكون لك نفس لإنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب طبعا بدك تبلج تستعد حاول تنجز أعمالك بشكل كبير خلال الفترة هاي ما تخلي الأمور المهمة إنها تتفاقم عندك أو تتراكم بدك يعني تركز وفي نفس اللحظة يعني لأنه القمر بده ينتقل وبده يصير في بيت المتاعبك بده ينتقل للجوزاء فعشان هيك بدك تكون مستعد إنجز أعمالك بشكل سريع برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بتحمل هاي الفترة ضغوط على عدة أصعدة ممكن تكون أيام متوترة بتنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بيسبب لك نوع من أنواع التوتر أهمش إنك تحاذر العناد والمشاعر السلبية طبعا السبب إنه زي ما حكينا إنه عطارد رح يتراجع في السرطان يعني بيت متاعبك فعشان هيك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو المفاجآت اللي بتجيك فبدك تدير بالك وتكون حذر من هاي المفاجآت أو التقلبات اللي بتجيك على المستوى النفسي بشكل سريع يعني بتشعر بنوع من أنواع التقلبات اللي ممكن إنه تأثر على نفسيتك أو على عصبيتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع روتيني اليوم ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي نفسيتك تقريبا روتينية بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي تقريبا جيدة ممكن يجيك بعض الدعم المالي أو المساعدات أو الهبات أو يعني أمور إلها علاقة بالأمور المالية ممكن تنفرج أو تلاقي لها بعض الترتيبات اللي تكون إيجابية وتساعدك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة برضو على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال الفترة هاي ولكن بدك تدير بالك من تقلب المزاج وفي نفس اللحظة من العصبية إذا يعني هيك حشرت في نقطة معينة فممكن إنك تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة برضو بتدعمك ولكن بدك تحضر من بعض الخلافات أو ردات الفعل السلبية ممكن حوار أو نقاش أو تصرف أحد أفراد العائلة يعني شوي يسبب لك نوع من أنواع الإنزعاج ممكن بعض الاهتمامات المنزلية أو الضغوط أو الأعباء والأحمال اللي بتكون عليك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فبيحمل لك نوع من أنواع التوتر ممكن قلق على أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بحساسية أو تتحسس من موقف معين وممكن برضو أمور إلها علاقة بأحد الأحبة زي الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل على مستوى التحركات ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال فترة هاي وبرضو في نفس اللحظة ممكن إنه تهتم ببعض الشؤون الصحية لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء ضاغطة فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن تقلب بالمزاج أو تحسس من موقف معين أو ممكن يعني خلاف بسيط ما بينك وبين الشريك أو اختلاف بالأمزجة بالفترة هاي بسبب الأحداث الفلكية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الروتيني على المستوى البيت الثامن فما فيه لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل مع الأمور الأموال المشتركة تقريباً بطبيعتك يعني أمور بنوك أو قروض أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة إما بسبب أخبار بتجيك من خارج البلاد تضغطك أو قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات وممكن برضو يكون فيه نوع من أنواع التقصير في إنجاز بعض الواجبات أو الامتحانات المدرسية أو الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد بيدعمك في بعض الأصدقاء أو بعض الحوارات وممكن تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبي أو لقاء بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأقول لك دير بالك لأنه زي ما حكينا أنه الأمر منوت بالكسوف ومنوت برضو بتراجع وطارد في بيت المتاعب فهذا بحدث لك مفاجآت فبدأك تنتبه على صحتك وما ترهق حالك كثير بالعمل وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك ببعض الاهتمامات أو بعض المتابعات أو الإشراف على أحد المرضى يكون في مستشفى أو في البيت برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم بتطمئن خواطرك هاي الفترة وممكن ترغب باخد تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما طبعا ما بدي أقول لك كمان أنه عطارد ما هو كوكبك يعني بتراجع فممكن أنه الفترة هاي شوي هيك ما تبالغ في أمور التنقلات يعني تتهور أثناء تنقلاتك وفي نفس اللحظة بدك تكون منتبه لكل المعاملات والأوراق القانونية لأنه ممكن تسهأ أو تخطئ في مسألة معينة فيكون العبئ عليك كبير وممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي يكون مزعج أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي أحسن يعني بتشعر بطاقة إيجابية بتدعمك خلال الفترة هاي صحيح التقلبات بالمزاج واضحة وممكن يكون لك بعض ردات الفعل السلبية زي الانتقاد أو انتقاد البعض تنتقد أشخاص أو هاد فهذا الإشي يسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فبيجلب لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي أنك أنت تركز بشكل جيد بدون الإصراف أو تكون مصرف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى أمور التنقلات والحوارات فعندك سرعة بديها عالية يعني مقنع بشكل كبير خلال فترة هاي ولكن بدك تنتبه من عصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت أنا شايفها تقريبا برضو جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتعمل لك بعض الاهتمامات في شؤون العقارية أو العائلية أو الأمور اللي إلها علاقة بالبيت زي تصليحات أو ترتيبات أو اهتمامات في أمور إلها علاقة بالتقارب العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء بنقدر نحكي إنها روتينية فما فيها لا إيجابي ولا سلبي ولكن بتحمل الفترة هاي برضو بعض القلق على أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا جيدة بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي شوي بدك تدير بالك من الحدية من العصبية من ردات الفعل السلبية لأنه عصبيتك عالي جدا بالفترة هاي فممكن إنك أنت تحدث مشاكل أو خلافات ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية على هذا الباب وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمعاملات القانونية أو المالية أو المؤسسات المالية زي البنوك أو الضريبة أو التأمين برضو بتهتم فيها حاول إنك ما تخالف القوانين بس أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالفترة هاي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة يعني بأحد الزملاء بأحد معارفك زملاء العمل أو رؤسائك بالعمل ولكن بدك تحذر من الخلافات ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فبرضو أنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هي كيف ممكن يصير فيه نوع من أنواع العتاب أو الإنزعاج من صديق معين بسبب تصرفاته أو فضوله أو بسبب أنه يعني بتدخل في شؤون ما بتعنيه أما بالنسبة للبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء الروتينية فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية هذه الفترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهمش أنك ما تغامر بموقعك حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد هم بواجبك بشكل تام أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء على المستوى النفسي تقريبا مضغوط يعني حاسس أنه هيك في ضغط نفسي عندك عالي جدا متقلب بمزاجك بشكل كبير حاسس بنوع من أنواع الإحباط أو الضغط العالي فعشان هيك شوي عندك نوع من أنواع الإهمال في نفسك أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا الأجواء جيدة فهاي بتحمل لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من مكاسب أو هبات أو دعم أو مساعدات وبرضو ممكن تحصل على أموال بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وبرضو عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو تقريبا على المستوى البيت يعني في ساعات الصباح بتستقر الأمور بصير الجو إيجابي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالترتيبات أو الترميمات أو التصليحات أو التزبيطات يعني هيك فهاي تأخذ شوي من وقتك وممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء روتينية فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالصحة وإلها علاقة بالعمل ممكن تشعر ببعض التقلبات الصحية ولكن مش هالأمر الخطير ممكن أنه يكون لك اهتمام بإنجاز بعض الأعمال المهمة والملحة عليك أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور ما بينك وبين الشريك يعني شوي الأجواء فيها حدية إما بلومك على مسأل معين أو بعاتبك على مسأل معين فهذا الإشي ممكن يخلق نوع من أنواع ردات الفعل السلبي أو تتحسس من تصرفاته أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات يعني بنفس الصيغة ولكن يعني كلها تحذيرات فبدك تحذر من النقاط اللي احنا ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع على مستوى الاتصالات البعيدة بتكثر عندك الاتصالات البعيدة في هذا اليوم والحوارات والنقاشات وأمور إلها علاقة بأخبار ممكن تكون إيجابية تدعم نفسيتك في منك رح يهتم ببعض المسائل أو الأوراق أو المعاملات القانونية وفي منك رح ينشط أو يجتهد في أمور إلها علاقة بالدراسة أو البحث أو الامتحانات بالفتراء أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء متقلبة على مستوى العمل فعشان هيك يحاول أنك ما تتأخر عن دوامك عن عملك وفي نفس اللحظة خلي فيه نوع من أنواع الإيجابية أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تتكاسل في إنجاز أعمالك وفي نفس اللحظة ما تهمل في إنجازها أما بالنسبة للبيت الـ 11 فأنا شايفه روتيني بين الأصدقاء فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم فبتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور برضو جيدة بتتشحنك بشكل جيد ممكن أنه تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم أو شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم أي خلاف حاول أن يكون كلامك شوي واضح تفادي لأي سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا الأجواء ضاغطة على المستوى النفسي خلال هذا اليوم فعشانك بتشعر ببعض التقلبات النفسية أو ببعض الضغوط هذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو التقلب في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض المسائل المالية مثل مشتريات أو تسوق أو دفعات أو التزامات ممكن برضو يكون إلك بعض يعني تحصل بعض الأموال اللي بتجيك على شكل هبات أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا جيدة على مستوى التنقلات والحوارات ولكن بيغلب عليك الطابع العصبي دير بالك أثناء تنقلاتك وبرضو حركتك من الإصابات وأثناء نقاشاتك بدك تتركز بشكل جيد عشان ما تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا روتينية على المستوى العائلي فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على مستوى البيت والعائلة بروتيني بحسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة في الحبيب أو في أحد الأحبة أو في أمور إلها علاقة في أحد الأبناء يعني شوي تكون مقلقيتك فتهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء شوي يعني جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيدة على مستوى الاهتمامات بأمور إلها علاقة بالمنوك أو المؤسسات المالية أو أمور إلها علاقة بالقروض أو التسويات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بدك تدير بالك يعني من أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك إذا عندك امتحان دك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تدخل بنقاشات شوي تكون حدي وتتعصب برأيك بدك تكون مرن ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو الأوراق القانونية خلال هذا اليوم اللي تلفت انتباهك وتكون بدها يعني نوع من أنواع القرارات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة ببعض الأصدقاء أو الزملاء في العمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن أنه يكون لك يعني دعوة للقاء أو حفلة أو مناسبة أو شيء بيجمعك مع بعض الأصدقاء أو تواصل منهم شوي يسعدك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يكن يقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبالمقابل بدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالصحة إلك أو لا أحد الأحبة برج القوس رغم تراكم العمل إن تقادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء كم وخذوا قسط كافي من الراحة بتتلاحق الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم مقتك وما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل ما تشك في نفسك أو يعني ما تتوسوسش بمعنى آخر ممكن تحمل لك الفترة هاي برضو بعض الإنشغالات الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء على المستوى النفسي تقريبا يعني متقلب شوي على المستوى النفسي تشعر ببعض الأفكار أو بتتراكم عندك بعض الأفكار أو بتتوارد لخاطرك هيك أفكار شوي ممكن تزعجك أو توترك إلى الفترة هاي بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية على المستوى المالي ممكن تحمل لك بعض الفرص المالية أو الدعم المالي أو المستحقات المالية أو من عمل إضافي أو هبات مساعدات ولكن بتكثر عندك المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت نشيط عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة هذا اليوم وبرضو بتنشط في أمور النقاشات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية جدا يعني تقريبا الأجواء إيجابية راволنا تدعمك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك الأجواء تقريبا يعني تعمل نوع من أنواع المشاحنات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني نوع من أنواع التناغم ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتتعامل على طبيعتك ما فيه أي شيء يعني يهدد أمن البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشان هيك أعطيك نوع من أنواع الطاقة الإيجابية اللي بتعزز من الأمور العاطفية عندك أو تقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتطلب نوع من أنواع الحضوض فهذا بدعمك برضو بشكل قوي اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى الصحي يعني تقريبا مثل ما ذكرناها ممكن بعض الانشغالات الصحية وتركيز على أمور إلها علاقة بالعمل زي ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني تقريبا بفيه نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك على مستوى بيت الشراكي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وبرضو بتساعدك في إنجاز بعض الأمور يعني اللي إلها علاقة بالتقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء شوي يعني فيها نوع من أنواع الضغوط على المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية وخصوصا اللي إلها علاقة بالبنوك أو المؤسسات المالية ممكن تكثر عندك التحركات اليوم أو تهتم في بعض الأموال اللي إلها علاقة بالشراكة ممكن يكون لك مراجعات لأمور بنكية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات زي ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني شوي إيجابية بتدعمك على مستوى القانون أو أوراق قانونية أو معاملات سفر أو إقامة أو من هاي الأمور يعني تقريبا كلها أجواء يعني بتدعمك بشكل قوي وممكن تعزز من ثقتك بنفسك أثناء إنجاز امتحان مثلا أو في اتصالاتك الخارجية إنه بتكثر عندك الاتصالات الخارجية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو على مستوى العلاقات والعمل فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم وممكن يكون لك بعض التعامل مع زملاء أو رؤساك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالجو ضاغط فعشان يكي بيحمل بعض التقلبات على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء فهذا شوي بسبب لك نوع من أنماع الانفعال يعني ممكن تتوتر من صديق معين أو من تصرفاته أو من فضوله لتدخله في شؤون حياتك أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو بيحمل بعض الأجواء السلبية اللي إحنا حكينا بدك تدير بالك على صحتك فيها ما ترهق حالك كثير وبرضو حاول تأخذ قسط كافي من الراحة برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني ما تبالغوا في تجربة الحظ عندكم خصوصا الحظ المالي أنت على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى النفسي بتدعمك بكل ثقة اليوم يعني نفسيتك مرتاحة مش تعبان مش مالل مهتم بحالك كثير رغم كل الضغوطات إلا أنك إيجابي كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تحقق لك بعض المكاسب المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو هبات مساعدات دعم ممكن يعني يطرأ بعض المسائل المالية الإيجابية اللي بتخصك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة برضو بتدعمك برضو على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات والحوارات والنقاشات وبرضو عندك قدرة إقناع عالية جدا اليوم وسرعة بديها برضو ممتازة جدا ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو مع جار يعني الأجواء برضو إيجابية على البيت الثالث أما بالنسبة للبيت الرابع تشايف الأجواء أنا فيها نوع من أنواع يعني ممكن تتوتر أو تنزعج بسبب تصرف أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بأمور منزلية زي أعطال أو اهتمامات في البيت أو أمور عقارية أو أشياء من هذا القبيل ممكن شوي تترك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد كما ذكرناه في بداية التوقعات وبيدعمك بقوة بالنسبة للبيت السادس برضو جيد وبيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالشؤون الصحية أو مراجعات طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك إلا أنه في فترات الصباح تقريبا وما بعد بتحمل نوع من أنواع التحسس من موقف معين أو من كلمة ممكن تصدر عن الشريك فتستفزك ما تخلي السلبية هاي أنها تغطي على كل الأمور اللي موجودة وخصوصا أنه في بيت الشراكة عندك اللي هو الكسوف وفي نفس اللحظة موجود يعني عطار تبدو يتراجع يعني بدك تكون منتبه لهاي الأمور بشكل واضح يعني الأمور بتتأزم تلقائيا فما تفاقمها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأمور البنكية والمالية والمعاملات فممكن اليوم تنجز بعض الأمور المهمة اللي إلها علاقة بالمنوك أو المؤسسات المالية زي الضريبة والتأمين أو أوراق تتعلق فيها أو أمور إلها علاقة ببعض المستردات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد وبيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو بأمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة وبرضه بتدعمك بقوة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير نوع من تستغل بعض العلاقات أو المعارف لإنجاز بعض المهام أو بعض المعاملات تنجزها بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ولكن من ساعات الصباح بتبدأ الأمور تضغط فعشانيك ممكن تتوتر أو تنزعج من تصرف صديق فممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو ممكن أنك أنت تنفع للزيادة عن اللزوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك ما تتعب حالك كثير وما ترهق حالك كثير حاول أنك تراقب غذائك أو صحتك في نفس اللحظة وممكن تظهر بعض المسائل الصحية التي تتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتعزز الروابط العائلية قصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤوليات كبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم ما بجوز أنه تفشل بالفترة هاي يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف المنزلية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا على يعني تقريبا نقدر نحكي روتينية ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير ضاغطة شوي بتسبب نوع من أنواع الحدية أو التوتر عندك فهذا شوي بيقلقك أو بيسبب لك يعني نوع من أنواع ردات الفعل النفسية اللي بتكون مش مرتاح فيها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشانك ممكن تحصل بعض الأموال أو من عمل إضافي مثلا أو أمور إلها علاقة بأموالك أنت مدعينها لأشخاص تستردها أو أمور إلها علاقة بالهبات أو المساعدات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد وبيدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات بتكثر عندك بشكل كبير وبرضو بكون لك بعض الاهتمامات في أمور إلها علاقة بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك ولكن تعمل نوع من أنواع التقلب العاطفي ما بينك وبين الحبيب ممكن تتوتر لمسألة معينة أو تقلق على مسألة معينة وممكن يصير فيه ردات فعل سلبية بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو ضاغطة على مستوى العمل فممكن أنها تضغطك في مسألة معينة ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن يصير عندك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالأمور الصحية صحتك أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة فبتدعمك بقوة ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب جيد أو مصالحة أو تقارب ما بينكم بيكون رائع وممكن تتفقوا على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن في الأموال المشتركة تقريبا برضو جيدة ممكن يكون لك اهتمام في أمور إلها علاقة بقرد أو مساعدة أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو المصارف أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء على مستوى الاتصالات البعيدة فيها نوع من أنواع الضغط فممكن تكثر عندك بعض الاتصالات أو تنزعج لخبر بيجيك من خارج البلاد أو ممكن أن تكون ماشي على مسألة إلها علاقة بالأوراق القانونية فتلاقي أن تعركست الأمور ما مشت مثل ما بدك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى علاقاتك وعلى مستوى عملك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو علاقاتك وتعاملك مع زملائك في العمل ورؤسائك بالعمل الجيدة ولكن يحذر في ساعات المساء من عصبية ممكن أنك تخسر من خلالها صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو ضاغط بالكامل فعشان هيك ممكن تتوتر بسبب علاقنا معينة أو بسبب صديق فضوله تدخله بيحاول أنه يتطفل عليك فعشان هيك ممكن تنزعج بشكل كبير وتحتد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات زي ما حكينا الصحية أهمش أنك تراقب غذائك بشكل جيد ما ترهيق حالك كثير إنجز الأعمال الضرورية وخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت بتنشطوا في الدراسة وفي أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكو نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتع بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهمش أنك ما تسكت اسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي تقريباً نقدر نحكي الأجواء جيدة ولكن العصبية بتظهر عندك من ساعات الظهر بتلاقي حالك احتدت أو عصبت أو دخل في نوع من الوسواس أو الشك عندك بسيطر عليك بشكل كبير فبسبب لك نوع من أنواع الإحباط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة تدعمك على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو دعم أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث برضو الأجواء يعني جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى التحركات والاتصالات والحوارات نقاشات كلها هاي أمور إيجابية حتى على مستوى الامتحانات المدرسية جيد جداً مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات يعني التوقعات ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بدك تدير بالك يعني بيحمل لك نوع من أنواع التقلبات على مستوى البيت أو فتور في التعامل مع أفراد العائلة أو نوع من أنواع الإنزعاج من تصرف معين ممكن يظهر خلاف معين أو قلق معين على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس برضو بدك تدير بالك لأنه يعني حكينا عطارد بتراجع فيه وفي نفس اللحظة الكسوف في البيت الخامس في السرطان فهذا بيعمل نوع من أنواع التقلبات العاطفية أو الحدية بالطباع أو تقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الحبيب أو التحسس من موقف معين ممكن برضو يحدث نوع من أنواع القلق على أحد الأبناء أو برضو خلاف مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو مصالحة أو تقارب بمسألة معينة أو اتفاق على مسألة معينة بتكون مشتركة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأمور الأموال المشتركة فممكن اليوم يعني إما أنك تقلق بشأن مالي أو ضغط مالي أو أمور إلها علاقة بمراجعات كثيرة لمؤسسات مالية فتتعب من الموضوع أو تظهر بعض الأوراق القانونية أو نقاش إلو علاقة بأمور الميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة شيئا ما ولكن من ساعات الصباح تقريبا بيبدأ فيه نوع من أنواع الضغط فممكن تقلق بشأن شخص خارج البلاد أو اتصالات هيك تزعجك أو يجيك خبر من شخص خارج البلاد شوي هيك يسبب لك نوع من أنواع التوتر أهم شيء إذا عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد إذا عندك أوراق قانونية أو معاملات بدك تركز فيها بشكل جيد وما تهمل أي شيء أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء برضو روتينية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وتعاملك مع زملائك ورؤسائك بالعمل بيكون جيد أهم شيء إنك ما تتحسس من التصرفات أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء برضو بتحملك نوع من أنواع اللقاءات الجيدة اللي ممكن اليوم يعني تكثر بعلاقاتك أو اتصالاتك مع أصدقاء أو هم يتصلوا معك أو دعوا إلى حضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد برضو بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الغذائية أو النفسية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء